اشتركوا في القناة حدث هذه الجمعة والمشكل بالمصارف ولكن قبل دعونا نطلع البنك المركزي واخر تعميم طلعه رقم 165 بإجاز هذا التعميم شو الهدف منه وبيكفى لاستعادة السكة بالقطاع المصرفة ولا المشوار بعيد التعميم 165 هدفه يعكس الواقع يلي عم نعيشه اقتصاديا واللي هو من ثلاث سنوات ونص منذ اندلاع الأزمة تدريجيا انتقل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي واقتصاد مدولر فاليوم مثل ما كلنا بنعرف كل المعاملات عم بتصير بالكاش ومعظمها عم بيصير بالدولار او عم بيتسعر على الدولار السوق المويزة فهيدا التعميم اجا ليعكس هالواقع لانه بتعرف اليوم كل واحد بده يروح يشتري غرض بسيط بده يحمل معه كمية من الان كانت ليرات لبنانية او دولارات بقى كيف اذا عم بيعمل معاملات تجارية او عم بيشتري غرض بسعر مرتفع التعميم 165 عم بيقول انه اليوم صار عند بس يدخل حيث التطبيق باول حزيران بيصير واحد بيقدر يكتب شكات على حسابات دولارات فرش يعني موجودة بالمصارف وعلى حسابات ليرات فرش يعني فيه مفهوم الليرة الفرش صار بالحسابات ايه هاده ملفت انه صار فيه ليرة فرش يعني وبصير فيه يعني لاحقا فيه استخدم بطاقات ائتمان متل ما كنا ما قبل الازمة على هالحسابات الفرش ان كانوا بالدولار او بالليرة ليش لتجنب استخدام الكاش لمحاولة العودة الى اقتصاد تدريجيا يعني وهيدا منو حل التعميم بس هيدا خطوة نحو تخفيف استخدام الكاش بالاقتصاد من خلال انشاء مقاصة للشكات للفرش كان بالدولار او بالليرة وبالتحديد بالدولار خصوصا المعملات التجارية الكبيرة بصير التجار تقدر تكتب شكات شركات تقدر تكتب شكات بينما اليوم المعملات عم بتصير بالشنات والسندق الكبيرة واللي بده يجي يحط دولارات ليحولها للخارج للاستيراد مثلا يعني هيدا قصص فيها خطر اولا خطر سرقة وتانيا يعني واحد منو مضطر حط مبالغ كبيرة كتجار او شركات او مصانع دولارات او ليرات لبنانية بخزنتهم مش شغلة الشركات انها تخزن عملة ان كانت عملة اجنبية او عملة محلية فهيدي محاولة انا فسميها محاولة من المصرف المركزي انه تعكس الواقع اللي نحن فيه اليوم وتسهل نوعا ما العمليات التجارية للشركات بالتحديد ولا الافراد ايضا هلا هيدا ما بيمنع انه يلي بده اليوم المحاولة العمليات كيب بتصير بتصير وضع كاش بحساب الفراش وعم نحكي دولار وتحويله من خلال المصارف المراسلة الى حساب شركة اخرى حتى لو كانت بلبنان لو كانوا الحسابين بلبنان هيدا ما رح يتوقف يعني يلي بده يضله يجي يحط كاش ويحول من خلال المصارف المراسلة الى حساب بلبنان هيدا بيكمل وبعدين يعني هيدا الشغلة بده تصير مقبولة تدريجيا انا برأيي مش من اول لحزيران رح يتحول الاقتصاد الى شكات فراش وبعدين الى بطاقات ائتمان هيدا الشغلة بده وقت وهو يعني خطوة انا بسميها خطوة بسيطة نحو تخفيض استخدام الكاش بالاقتصاد بس مش هيدا الحل ولا مصرف لبنان يدعي انه هيدا التعميم حالة وهي تعميم اخر حل هو منه اخر تعميم صدر من مصرف لبنان فيه تعميم اخر صدر من بعد التعميم 165 هو بيأسس كمان وبيوسع مفهوم الالكترونيك والت يعني ايضا استخدام الاجهزة الالكترونية والكمبيوترز لا التحويل حتى لفتح حسابات وهيدا تماشي معي اللي عم بيصير بالعالم كله بس دكتر انت لفتني شغلة الدولار وموضوع انه فيه فراش دولار ودولار منه فراش اللي هو بعده وعلقان بين المركز وبين المصارف وبين الدولة اللبنانية بس الليرة ليه بده يكون فيه فراش اكاونت يعني مفروض الليرة يكون يعني عمي كمان عمي اهمه هيد المركز لانه الليرة كمان في عنا الليرات ما رح تطلع او رح ينعمل عليها شيء يعني ليه ما بيخد اذا بتحرر حساب الليرة طبع الشخص خلص بيصير بيرجع فراش اكاون هو هيدا هيدا اكتر للشركات من الافراد لانه الشركات اليوم بتتعامل بالليرة اللبنانية بمبالغ ضخمة بسبب تراجع صار صار في الليرة في يعني بدل ما تاخد بصير مليارات من الليرات نقديا وتحطهم بشنة وبسنة دي بس هلا ما فيها تفتح حسابات بالليرة وتتعامل فيهم يعني حسابات الليرة ما كان في عليهم مشكل ضخم يعني كأنه مركز عم يحضر لانه رح يكون فيه نوع من الاجراءات بحق الحسابات اللي بالليرة ولا بس ليمشي التعميم سوا هو ليمشي التعميم وهذا السؤال يعني بمحله والحسابات اليوم اللي بالليرة قليلة صارت يعني مبالغة قليلة عم نحكي كشركات كشركات وشركات اتأقلمت من ثلاث سنين ونصف خصوصا أنه يعني ما يصير شي على الصعيد الإصلاحي كان لبدء العملية الإصلاحية ككل أو إعادة أو بدء عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي بس السؤال بمحله أنه طيب شو ما صير الدولارات الباقية فيه عندك 94 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية بعدها بالقطاع المصرفي وهيدا التعميم يعني من هو جواب على هالسؤال؟ هيدا التعميم خصوصي للتعامل بالاقتصاد النقدي يلي وصل لـ 70-80% من الحركة الاقتصادية في لبنان التعامل بالكاش وبالدولار المصير 94 مليار دولار هيدا يحدد بالأوانين أو مشاريع الأوانين يلي اليوم جزء منه موجود بمجلس النووي يلي هنه ثلاث قوانين بالتحديد أنون مشروع أنون الـ capital control مشروع أنون إعادة الانتظام إلى القطاع المالي ومشروع أنون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الأول مشروعين هنه بمجلس النواب المشروع الثالث بما أنه مجلس النواب مقدر ينتخي برئيجة مهورية ضمن المهلة الدستورية وبالتالي يعني ما بدأ النقاش بالجلسة العامة على هالمشروعين وحكومة هي بحالة تصريف أعمال لبينما انتهوا من تعديل مشروع أنون إعادة هيكلة المصارف بعد ما وصل إلى مجلس النواب من كم أسبوع الحكومة قدمت إلى مجلس النواب بالتحديد إلى لجنة المال والموازنة المشروع أنون إعادة انتظام القطاع المالي ولكن مع أرقام وتفاصيل يعني هو تقدم المشروع وأن الذي تقدم ما كان فيه أرقام وتفاصيل وكان المأخذ عليه أنه شو بدنا ندرس باللجان ومجلس النواب إذا ما فيه أرقام وما فيه تفاصيل بس رجعت الحكومة قدمت التفاصيل يعني ما عدلت المشروع الأنون بس قدمت التفاصيل يلي طلبتها لجنة المال والموازنة بالأرقام وحددت الموضوع الودائع ومبالغ ما يسمى ودائع مؤهلي وغير مؤهلي وشطور الودائع هلأ أنا ما بوافق مع كل المضمون لأنه هيدا بيقول بنا نرجع كل الودائع يلي مئة ألف دولار ودون وإذا بتشوف توزيع الودائع 82.5% من الودائع هي ما دون الخمس ملايين دولار طيب يلي عنده فوق المئة ألف دولار هيدا يعني ليه بدك ترجع له الأموال بالليرة اللبنانية على سعر صرف أقل من سعر صرف السوق هلأ هيدا بيصير نقاش داخل نتلمين والموازنة بس إذا واحد معه خمسة أو عشرة أو عشرين مليون دولار حتى معه مليار إذا مش سرقهم إذا مش تعبان فيهم يمكن شغل كل حياته يمكن بأي أملك عنده هيدا عم يتعامل بطريقة كأنه هيدا مال سيب أو إذا معه يعني في كتير عالم معه مصاري برات لبنوكي أكتر من لبنوكي يعني ما في أي أساس لهيدا هيدا الفكرة يعني بيصيروا يحكوا إنه إذا معك تحت المئة ألف دولار بالبنك طب شو بيعرفك أنا شو عندي برات غير بنوكي بعدين شو إلك معه يعني أنا إذا معه مليون متعبين فيهم واحد ما هو عشر تلاف وسرقهم لازم طبع العشر تلاف يفوت على الحبس والمصاري ترجع لصحابه وطبع المليون لازم يجايخوا مصرياته صحيح لماذا الحكومة عم تجي تمشي عكس الدستور والأوانين وكل المنطق بسبب ذلك أولا أنا ما أخذي على الحكومة أنه ما سوأت كفية برنامجها وفسرت تفاصيله وهلأ يعني من كم أسبوع قدمت تفاصيل مشروع أنون إعادة التوازن المالي وأنا بوافق مع الفكرة أنه يعني اللي تعبين بمصرياتهم كان بلبنان أو بالخارج يعني هذا ليش بدك تحول له إذا عنده مبالغ فوق الخمس ملايين دولار أو فوق المليون دولار تحول جزء منهم لأسهم بمصارف أو تلاقي طريقة تربطهم بسندوق استعادة الودائع هلأ الفكرة هي بالنسبة للحكومة أنه الحكومة ما عندها إيرادات وعندها أولويات والمصاري انصرفت لعدة إشياء هي منا موجودة لترد بس ما حدا عم يطلب يعني من المودعين أنه ترد فورا الودائع واليوم بعد ثلاث سنوات ونص من اندلاع الأزمة المودع بغض النظر شو حجم وديته عنده ثلاث أسئلة لغاية اليوم لم تجاوب الحكومة الحالية والحكومة السابقة عليهم بشكل مقنع وبشكل مفصل يلي هني أول سؤال شو مصير الودائع شو مصير وديعة الناس تاني سؤال بأي آلية بدون يستردون وتالت سؤال بأي مهل زمنية بدون يقدروا يستخدموا هالودائع لأن فورا قطعناها يعني عم تقول ترد فورا ما هي الفورا هاي من ثلاث سنين هلأ يعني أطان من ثلاث سنين أساسا على بداية الأزمة أنا أقول المودع إذا بيوصلوا أجوة بمقنعة ودقيقة ومفصلة بيقدر يخد موقف على هالثلاث أسئلة بيبطل بدو ودائعه فورا وأصلا قبل الأزمة المودع ما كان يستخدم كل ودائعه كان يستخدم بس اللي بيحاجة لقلا بس إذا بيتأكد هالمودع أن ودقيقة رح ترجع بعد فترة زمنية معينة بيبطل هلأ ضايع ومش عارف شو ما صير ودقيقة فيه ثلاث أسئلة أساسية يجب الجواب عليها لا يبدأ على الأقل عملية استعادة السئة بشكل تدريجي خسارة السئة بتصير بسرعة استعادة السئة بالدواءت وبالدواءت كثير اليوم هدف أي مشروع إنقاذي للبنان يجب أن يكون عنوانه العريض استعادة السئة واستعادة السئة على عكس ما نحكى لغاية اليوم لا يحصل من خلال الإجراءات التقنية فقط الإجراءات التقنية ضرورية ولكن غير كافية يعني بس نحكي عن موضوع توحيد أسعار الصرف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إعادة جدولة الدين العام هذه كلها إجراءات ضرورية ولكنها إجراءات تقنية غير كافية استعادة السئة بتجي من خلال تصحيح يلي أدى إلى خسارة السئة وخسارة السئة ما إجيت من إجراءات تقنية إجيت من سوق استخدام السلطة السياسية إجيت من سوق إدارة القطاع العام إجيت من سوق إدارة الأزمة هون عندي سؤال لك هون نرجع بس للأزمة المصرفية من أولا أزمة المصرفية ومشكلة عم يصير هي السياسة هو في عنا أيديولوجية معينة عم تتصرف الحكومة على أساسها أو مثل ما في كتير عالم عندهم هالرأي أنه فيه خطأ من المصارف فهو ثلاث نقط كيف بتوزعهم فيه؟ هي يعني هي الأزمة المصرفية هي نتيجة أزمة أكبر من الأزمة المصرفية المصارف منها عايشة على جزيرة بمعذر عن ما يحدث بالاقتصاد اللبناني أو بالجو السياسي بلبنان إذا بنرجع على جزور الأزمة وبكرر هي منها تقنية يعني الموضوع العجز بالميزان التجاري وتسبيت سعر الصرف هي إجراءات تقنية بس أسبابها سياسية يعني اليوم سوء استخدام السلطة السياسية رح أعطيك مثل عليه بين أذار 2013 حين استئالة حكومة الرئيس مئاتي بذلك الوقت وإلول 2021 والتشكيل الحكومي الحالي فيه 8 سنوات ونص بهال 8 سنوات ونص الحكومات المتعاقبة كلها مع بعضها اللي إجيت على السلطة قدرت تشتغل بشكل طبيعي ما عم قول قدرت تاخد قرارات إيجابية لصالح الاقتصاد والثقة قدرت تشتغل بشكل طبيعي لفترة 6 و 8 شهر يعني أقل من 3 من هالفترة 8 سنوات ونص بين 11 شهر لقدر الرئيس تمام سلامي شكل حكومي سنتين ونص شهر رئاسي 8 شهر لقدر رئيس حريري يشكل حكومي 13 شهر لتشكيل الحكومة الحالية وهلأ نحن منكمل يعني عندك حصل الحكومة سنة بحالة تصريف أعمال مجلس النواب صار له 6 شهر مش قادر يشري على أنه ما فيه رئيس الجمهورية أغلب ولايته مجلس النواب مسكر فهل 8 سنوات ونص خلينا بالـ 8 سنوات ونص إذا تلتون فيه تعطيل للمؤسسات هذا إلو سمن إلو سمن على السئة إلو سمن على تدفق الودائع إلو على تدفق رؤوس الأموال إلو سمن بتأجيل الإصلاحات إلو سمن بيرفع الفوائد لمحاولة استمرار تدفق رؤوس الأموال وفيه كلفة يعني أنا حسبت الكلفة على الأقل بين 2011 و2019 الناتج المحلي يعني حجم الاقتصاد بلبنان وصل بال2018 بآخر 2018 إلى 53 مليار دولار إذا كنا عملنا بعض الإصلاحات البسيطة يعني إعادة تأهيل بعض البنى التحتية وبالتحديد الكهرباء وضل مستوى النمو على نسبة مقبولة لأنه بين 2011 وال2018 في سنة واحدة بس نسبة النمو الاقتصادي تخطط 3% سنة واحدة إذا كان نسبة النمو يعني بنسبة معدلة مقبول بها الفترة كان مفروض الناتج المحلي يكون حجمه 75 مليار دولار يعني فيه خسائر انتجية بلبنان حجم 20 مليار دولار بين 2011 و 2018 و 2017 هذه كلفة التعطيل المؤسسات الشغور الرئاسي سنتين ونص التراجع السئة تأخير الإصلاحات سوق إدارة القطاع العام ما بتقل أهمية من سوق استخدام السلطة السياسية وهن مرتبطين يعني بس تشوف الدولة شو بتملك من قطاعات دولة جهة مليئة مليئة مفروض تملك الدولة هالقادي نطلع على غير بلدان إذا بتملك الدولة بيكون فيه غيرة بالقليل يعني يكون عم تنافس حدا بالبنان إذا بتطلع عنا الكهرباء المي الاتصالات الطرقات الطيران المرافق كلهم بالتفاصيل كلهم بتملك حتى الكازينو ويلي ما بتملكون في عليهم احتكارات من مثل الترابة والإسمنت وحتى نوعا ما المصارف كمانا كانت تفوت على الكطاع المصرفة استنسبية بيد الحاكم يعني الحاكم ما بدو ياك تفوت على الكطاع المصرفة فيه ما يفوتك لو شو ما بتعمل بني هي القرار بدو يطلع من عنده طب هل هل موضوع ما كانت واضحة انه رح نوصل لهالنتيجة باخرة النهار يعني دولة بهالحجم بهال مسئوليات وب يعني ما حدا ما حدا نجحت معه جربه ونجحت ليش نحنا كنا عم نعمل هيدا الشيء أساسا عم بللك فيه سوق إدارة للقطاع العام يعني بس تكون دولة بتملك وبتحتكر وبتدير قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطرقات وكل يتفضل فيه سوق إدارة هالقطاعات مضرورة تكون سيئة الإدارة بسوق إدارة هالقطاعات وصل لهالحجم الدين العام المرتفع ولا العجز بالموازنة ورح أعطيك قرار يعني الناس بتقول لأ هيدا قرار سلسلة الرتب والرواتب كان التقدير القيمين وقته على وزارة الميلية أنه كلفة السلسلة سيكون 800 مليون دولار سنويا طلعت كلفتها مليارين و300 مليون دولار هيدا التدوخنة كيف أنت عندك موظفين بدك تعمله الزودة وما بتعرف قدير حتكون يعني كيف ما قدروا يعملوا تقدير للكلفة عندك اعتبر أنا عندي سوبر ماركت فيه 15 موظف بدي عمليون زودة 10% قدامي عاشق الواحد منهم ضرب 10% بلس الأساس خلصت خلصت كيف ما قدرت الدولة تحسب حساب قدرتها تتفع زلدان هو إجمالا بس تأسس لمشروع أو تبلش مشروع بتكون عامل دراسة بتقدر أنه ممكن الكلفة تزيد 3% 5% 10% بس تزيد 300% هذا سوء إدارة للقطاع العام سوء تقدير فالعجز بالمويزنية اللي كانت 3 مليارات دولار بال2017 صار 5 مليارات 800 مليون دولار بال2018 بسنة واحدة بس دوبة للعجز بالمويزنية العامة طيب بس المصارف وزيادة الضرائب زيادة الضرائب وكمان قرار سيء لتغطية كلفة السلسلة ما زاد إرادات الدولة نسبة لحجم الاقتصاد يعني كان حجم إرادات الضرائبية 15% من ناتج المحلي بال2017 بقى 15% تقريبا من ناتج المحلي بال2018 وحتى إراداته نزله بالتساطعش هلأ التساطعش غير شيء يعني بعدين عندك موضوع توظيف 32 ألف وحد بالقطاع العام بين 2014 و2018 حسب تقرير ديوان المحاسبة وأنا بيخذ مثلا قطاع الاتصالات يعني قطاع الاتصالات كان مصدر أساسي لخزينة الدولة إرادات خزينة الدولة بدل ما قطاع الكهرباء يتعلم من قطاع الاتصالات تصار قطاع الاتصالات مثل قطاع الكهرباء وقطاع الكهرباء يعني بدك بس ترفع التعريفة فيه سوق إدارة وفيه سوق تقدير بذات الوقت لا يمكن لا يمكن يعني تضلك من 1996 ع نفس التعريفة وعرف شو المشكلة وما عم ترفعها سؤال هون المصارف معقول اجت أخذت مصرياتي وحطتها مع هيك دولة يعني اليوم عم نحكي نحنا وبنهاية بنك المركزي هو جزء من الدولة حتى بأمريكا البنك المركزي نوعا ما هيدا أكتر بلد عنده استقلالية عن السلطة التنفيذية وبرضه أوقات بده ياخده يعطي مع رئيس الجمهورية بأمريكا دولة مثل دولة لبنانية كيف أجل مصارف اللبنانية وحطوا مصرياتهم مع هيك عالم يعني من الآخر كانوا مجبورين أكيد ليش لأنه اليوم إذا بتشوف مصدر التدفق رؤوس الأموال إلى لبنان الوسيلة الوحيدة اللي كانت موجودة لاستقطاب رؤوس الأموال أو الوسيلة الأساسية هي القطاع المصرفة المصارف التجارية يعني نحن ما عنا أسواق مالية متنوعة ومتطورة ليكون عندك بورصة عم تستقطب استثمارات من بره ليكون عندك مناخ استثماري عم يستقطب استثمارات أجنبية كافة ما عندك سوق سندات للشركات ما عندك مصارف استثمارية بالمعنى الأساسي لهن يساهموا باستقطاب رؤوس الأموال كان فيه مصرفين استثماريين مستقلين بالتسعينات استحوذ عليهم مؤسسات مالية أخرى لأنه الجو ما كان مؤاتي لعمل مصارف استثمارية مستقلة بالمعنى التقليدي اللي بتشوفوا اليوم بالخليج أو بأوروبا أو بالولايات المتحدة فالعبق وقع على المصارف التجارية والقطاع المصرفي واليوم يعني أنا بشبه هالشي وبعرف فيه ناس مشاهدين ما رح يوافقوا معي بشبه هالشي للسيارة ماشي على دولي بين لفترة 25 سنة الدولي بين هن مصرف لبنان والمصارف التجارية يلي حاولوا لفترة 25 سنة يحفظوا على الاستقرار لغاية تبدأ العملية الأصلاحية يعني الاستقرار النقدي واستقرار الميلية العامة بالرغم من اختلالات الميلية العامة وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بس الدولي بين اللي نقصين هن الاصلاحات الميلية بالميلية العامة والاصلاحات البنيوية بالنتيجة عجلة مقاجلة هالسيارة ما رح تقدر تكمل على دولي بين بس كملت يعني قدرت على 25 سنة وطبعا فيه كلفة لكل شي فيه كلفة صارنا بنعرف قديش لاستقرار النقد بس اليوم مع الوضع الحالي وتفلط الوضع النقد شوف الكلفة على المواطن وعلى الاقتصاد يلي هو التضخم هنا هنا فاليوم المسؤولية على الجميع يعني أنا ما أبرر حدا ما أبرر حدا بس بس العبق كان على الجهاز المصري فيه مصري في لبنان ومصارف التجارية وكان فيه عدم اكتراس من قبل الحكومات المتعاقبة وإذا نرجع على البيانات الوزرية لكل الحكومات المتعاقبة كان عنده شي مشترك وهو وحتى لغاية أيلول 2019 كان الشي المشترك هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف هنا رح نجي على سعر الصرف سعر الصرف حاليا مستقر بالزمانات كلفة استقراره كلفتنا الاقتصاد مثل ما هو وهو هون بدي أطشك بس لضيف شغلي انه يعني تسبيل صار الصرف ومنه منزل بس لو صار فيه إصلاحات بالمالية العامة وإصلاحات بنيوية ومو كيفحة التهرب الضريبة لزيارة إرادات الخزينة والتهرب الجمركي وتطبيق أوانين موجودة بتدخل إرادات للخزينة لو كان فيه جو سئة وجو إصلاحي كان يعني أكيد لازم يكون فيه تعديل بالسياسة النقدية من ناحية تسبيت سعر الصرف وتعديله لتخفيض الكلفة بس من ما لي مصر فيه أي نوع من الإصلاح ومن ما لي شو بتعمل يعني بتخلي النقد يفلت بالسوق ما ننسى أنه هالكلفة صحيفي كلفة مرتفع وصنعنا نعرف شو هي بس بين 1997 و 2019 معدل التضخم في لبنان كان قل من 3% سنويا طيب قل من 3% فالسؤال هو يعني اللي تسأل أي مواطن بتريد معدل تضخم 3% سنويا ولا الوضع الحالي وهيدا ما لازم يكون المواطن أمام هالخيار يعني ما تكون عندك تضخم مرتفع بهالطريقة بس عندك تضخم منخفض بكلفة هيدا كله كان ممكن تجنبه هيدا اللي بدي أصله هيدا كله كان ممكن نتجنب الأزمة الحالية هي من الأزمة يعني كانت رح نوصل لها عاجلة أنا عاجلا لو طبقنا الأصلاحات كنا لو حفظنا على السئة كنا قدرنا نتجنب جزء كبير إذا مش كل الأزمة واليوم إذا بتتذكر بتشرين الأول الماضي وقتا في ثلاث باحثين اقتصاديين ربحوا جايزة نوبل بالاقتصاد على شو هني ربحوا شو بحثهم بحثهم عن الفئدين السئة عند المودعين وهلعهم وأقبالهم على المصارف ليسحبوا وضائعهم هني ربحوا الجايزة لأنه قالوا أنه مسئولية الدولة هي مش تحفظ الودائع أو تحافظ على القطاع المصرفي مسئولية أي دولة بالعالم هي تحافظ على الثقة وعلى الاستقرار لما المودع يفقد ثقته وصير عنده هلع ويركد على المصرف وصير بده يسحب كل وضائعه هيده يعني هيده هيده الثلاث باحثين ومنهم حاكم مصرف سابق ربحوا جايزة نوبل يعني بسبب يلي وصلوله ببحثهم عن الأزمات المصرفية فاليوم يعني نرجع على جزور الأزمة هي أزمة ثقة والخروج من الأزمة اليوم هو من خلال استعادة الثقة واستعادة الثقة بكرر في إجراءات تقنية ضرورية ولكن ليست كافية بدنا نرجع إلى موضوع احترام الدستور احترام الدستور مش فقط للمهل الانتخاب الرئيسي الجمهورية هو حتى ما محتر للموازنات العامة يعني عندك 11 سنة مرأ فيها لبنان بدون موازنات العامة وهذا من ضمن سوق إدارة القطاع العام وبلغت ع حساب وبلغت ع حساب وبدك تحترم فصل السلطات وبالتحديد استقلالية القضاء ودعم إمكانياته ومكافحة التهرب الضريبة والجمهوركي وتطبيق الأوانين مش انتقائيا وضبط الحدود هيك ببالش ترجع السئة بالتزامن مع الإجراءات التقنية تقول لي أنه اليوم العنوان العريض وإعادة هيكلة القطاع المصرفي هيدا رحل المشاكل لا هيدا هذا جزء من الحل ولكن ممال لأنو القطاع المصرفي بحاجة لأوانين بينما القطاعات الأخرى بحاجة لأوانين إذا عملت إعادة هيكلة لكل مكونات القطاع الخاص بلبنان وما احترامت الدستور والمهل الدستورية وفصل السلطات واستقلالية القضاء وصار فيه مكافحة للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي ما رح ترجع السئة هنا عندي سؤال هنا اختلافه مركزين فقط على الإجراءات التقنية بكردة ضرورية ولكن غير كيفية هون عندي سؤال أنا براس العالم حاليا أنه الإصلاحات ونوعا ما العالم فقدة الأمل للأسف بس شو بدون يعملوا آخر الشهر اليوم كمان بنك المركزي دومون سيستو مسبت سعر الصرف نوعا ما مستقر على هيمش صغير عم يعلى ألف ليرة ها هي وهيدي إلى متى وخلاص حل مشكلة السعر الصرف المركزي وبأي كلفة لأنه هلا كنا عم نحكي عن كلفة التسبيت قبل شوية على ألف وخمسة ما كانت صغيرة بأي كلفة هلا عم يسبتها وإلى متى رح يقدر يضاين هم رح يضاين خمسة وعشرين سنة متل ما نضاين قبل على ألف وخمسة نحن ما فينا نحكي بقى عن تسبيت سعر الصرف اليوم عندك سعر صرف مستقر نوعا ما بس ما فينا نحكي عن تسبيت ومش ليجي منرجع على سياسة تسبيت سعر الصرف بس اليوم يلي عم بيصير إجراءات مصري في لبنان هي إجراءات موضعية ومؤقتة وليست حل وما حدا عم يتدعي أنها حل بس إذا تشوف يعني أي مؤسسة عامة رسمية قدرة تاخد أرارات اليوم هي مصري في لبنان الحكومة صار لصنة بحالة تصريف أعمال وتجتمع في شغلة يعني تاخد وطعطي وأرارات مجلس النوية مش قدر يشرع اليوم لأنه ما فيه رئيس للجمهورية وأولويته انتخاب رئيس للجمهورية فعم يوقع المسئولية على كهل مصري في لبنان وعم بيحاول من ضمن الإمكانيات المحدودة اللي عنده ومن ضمن الصلاحيات المحدودة اللي عنده أنه ياخد إجراءات بتوافق ما بتوافق بعض الإجراءات خاطئة بعض الإجراءات غير خاطئة بس من أول الأزمة عم بيطلع هالتعاميم هيده وكمان إذا بتوافق عليها وما بتوافق على الجزء منها من خلال محاولة إدارة الأزمة لغاية بدء العملية الأصلاحية إنه منهم بديلة العملية الأصلاحية يعني مثلا لو بأول الأزمة أحد الأخطاء المميتي أنا برأيي مع بداية الأزمة بسوق إدارة الأزمة هو عدم إقرار كابتول كونترول أنا برأيي بأيلول 2019 مش بتشرين الأول 2019 لأنه بآخر بأول أيلول 2019 ظهر لأول مرة من 25 سنة سعر صرف موازي لسعر صرف الدولار الأمريكي وهيدا عكس شح السيولي بالاقتصاد اللبناني من جراء تراجع تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان وقته كان بأيلول 2019 يجب فرض كابتول كونترول لو السلطات المعنية فرضت إجراءات كابتول كونترول بأيلول تشرين الأول لأول 2019 كان كتير من هالتعميم ماللزوم وغير ضرورية ومفتكر باك إننا وصلنا للي وصلنا اليوم تاني نقطة بموضوع سعر الصرف يعني اليوم وقته وصل سعر الصرف لـ 145 ألف وقته كان 60 ألف ليرة سعره أنا برأيي السعرين هني أصطناعية هني لا يعكسوا السعر الحقيقي للدولار الأمريكي واليوم على الـ 95 ألف كمان سعر إصطناعي ما سعر الحقيقي لك؟ السعر الحقيقي بيبين وقته تبدأ العملية الإصلاحية وقته بيصير فيه توحيد لأسعار الصرف وقته بيوقع صندوق النقد على برنامج الإصلاحي النهائي وقته بتبدأ تدريجيا تدفؤات رؤوس الأموال من الخارج وقته بتبدأ تدريجيا استعادة السئة وقته بترجع الحركة الاقتصادية لعجلة الطبيعية ساعتها العرض والطلب والاستيراد والتصدير والاستهلاك والإنتاج هني اللي بيقرروا سعر صرف الدولار يعني بيبطل فيه تعددية أسعار لسعر صرف الدولار يوم عندك شيء 6-7 أسعار للدولار بالوضع الحالي لأنه ما عندك مؤسسات عم تشتغل أولاً يعني القطاع العام بحالة إضراب الحكومة ممارة تالتي تكرر صلى سنة بحالة تصريف أعمال مجلس النواب معطل هذا ما أنه جو لا تقدر تعرف فعلياً سعر صرف الدولار الاقتصاد عم بحاول قطاع الخاص الاستمرارية بس بضبابية فبدك جو إصلاحي جو استقرار توحيد أسعار الصرف بدء استعادة السيئة تدريجياً إعادة تدفع رؤوس الأموال تدريجياً وتفعيل المؤسسات طبعاً ساعتها بيصير العرض والطلب بالسوق هو اللي بيقرر البطل فيه سعر رسمي وسعر غير رسمي وأسعار متعددة طب هون السؤال طب على العالم عطول لوين واصل سعر السعر هلا عم تقول لي منه حقيقة بس إنه هيدا المجبورين يتعاملوا فيه حالياً لوين واصل هيدا السعر يعني آخر مرة كل مرة بيوصل لسقف معين بيرجع بيدخل المركز بيرجع بيقطعوا بأشواط لحد ما وصلنا لـ 150 ألف معاولاً نشوفهم 200-300 قريباً نحن عم نحكي عن السوق المويزة نعم السوق المويزة هو سوق غير مقوناً ولا يخضع لأيرا أبي وغير شفاف وبالتالي يتحكم فيه المضاربين والمتلعبين بسعر الصرف وتجار الأزمات ومستغلين المحطات السياسية وأيضاً الطلب من عبر الحدود وفاتورة الاستيراد اللي برغت 19 مليار دولار سنة الماضية فـ يعني حتى ما فيك تحكي عن توقعات لسعر الصرف وحتى عن تكهنات لأنه عم نحكي عن سوق غير شفاف طيب شو بدأ نعمل سوق شفاف؟ أنه يكون فيه فلوتينج رايت بس عند محلات الصرف بس الهدف اليوم حتى بالقلق العالم تعرف سعر الهدف اليوم مش سؤال لوين رح يوصل سعر الصرف انقفاضاً أو ارتفاعاً الهدف يجب أن يكون العملية الأصلاحية هو إلغاء الاعتماد على السوق المويزة بطل فيه سوق مويزة هذا يجب يكون هدف السلطات من خلال استعادة السوق بطل فيه سوق مويزة بصير فيه سوق واحد طبيعي مثل البلدان الطبيعية بصير العرض والطلب البلدان اللي ما عندها عملة مثبتة تجاه الدولار أو عملات أجنبية أخرى بصير الوضع الاقتصادي المناخ الثقة الاستثمارات التصدير الاستيراد الحركة الاستهلكية الانتاجية هن اللي بيحددوا السعر الصرف بس اليوم اليوم عندك سوق مش بس شوق مويزة وغير شفاف بس هيدا بيعكس الجمود بيعكس الفراغ بيعكس عدم السئة بيعكس عدم وجود يعني تطبيق للإصلاحات بشكل جدي وممنهج دكتور بختام الحلقة بدي اسألك سؤال واحد بيتمنت اللي يأي يا لأ كل اللي عديتوا من أدوار اللي مفروض تقوم فيها السلطات ما عم تقوم فيون هيدا متفقين عليه هل هيدا بيعني انه نحنا متجهين لمحل أسوأ من ما نحنا عليه حاليا؟ إذا كفوا هيك أكيد مش إنه إذا نزل عليهم الوحي بركي بيضبطوا بس هلا الاتجاه رايحين على محل يعني ما وصلنا لقعر الأزمة بعد نحنا في محل أسوأ عم توصلني لنقطة كتير مهمة وهي إنه اليوم الصراع هو مش على الإجراءات التقنية كل كل وعلى سعر الصرف وعلى أنت يجب أن تبدأ إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القطاع العام الصراع هو على هوية الاقتصاد اللبناني وأي هوية نريد للاقتصاد اللبناني هل نريد اقتصاد حر مبني على اقتصاد السوق منفتح على العالم وبالتحديد على العالم العربي بيحترم الأوانين وبيطبقها وعنده مناخ استثماري بيئة أعمال بتساعد على استقطاب الشركات ورؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيا والطاقات البشرية أو بدنا نكمل بالوضع الحالي والفلتين وعدم احترام الدستور والوضع الضبابي اللي نحن فيه واستمرار احتكار وإدارة القطاع العام لقطاعات حيوية هيدا التحدي اليوم أمام مستقبل الاقتصاد اللبناني والجواب هو أنه نحن طبعا لا يستمر الاقتصاد اللبناني لا يقدر يكون منتج وهو قادر يكون منتج لا ترجع السئة يجب أن يعود إلى جزوره الطبيعية الأساسية اللي هي السقافة الطبيعية للبناني وهو اقتصاد حر منفتح القطاع الخاص والمبادرة الفردية هن العمود الفقري والقطاع العام هو اللي بيكمل هو اللي بيخلق المناخ المؤاتي ليقدر ينافس القطاع الخاص ويستثمر ويوسع ويأسس مشاريع ويخلق فرص عمل بس لبنان هلأ ترتيبه رقم 162 أو 63 عالمياً حسب هرتج فونديشن على حرية السوق على مؤشر اقتصاد الحرية الاقتصادية نحن نظام يا أما فاشة يا أما اشتراكة واحدة من الاثنين رايح مهول يا فاشة يا شيوعية شي من هون هلأ حاليا رايحين رايحين به الاتجاهنا المؤشرات الحرية الاقتصادية ومؤشرات أخرى مؤشرات الحوكمة والإدارة الرشيدة اللي بيصدرها البنك الدولي بتفرجي إنه 90% بلدان العالم عندها حكومات فعالة أكتر من الحكومات اللبنانية 85% من البلدان حول العالم بتطبق قوانينا أفضل ما منطبق قوانينا 81% بلدان العالم عندها قوانين مؤاتية لحركة القطاع الخاص أفضل من قوانينا 92% من البلدان عندها استقرار سياسي أكتر من الاستقرار بلبنان 90% بلدان العالم تطبط الفساد أفضل منها 70% بلدان العالم حسب المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد فريزر للبحوث عندها نظام قضائي مستقل أكتر من استقرارية القضاء بلبنان و75% من البلدان العالم حسب المؤسسة هيريتج عندها قضاء فعال أكتر من فعالية القضاء بلبنان هيدا يلي لازم هيدا برجع على موضوع السيئة كيف تستعيد السيئة يعني دكتور بتحسن بتعالج هالاختلالات هيدا بالتوازي مع الإجراءات التقنية الضرورية والغير كيفية يعني دكتور من الآخر نحنا الأسوأ بعد ما شفناه؟ لا نحنا عم بقولك صراع اليوم على هوية الاقتصاد المبناني لا بدي إياها هيك واضحة الأسوأ ما شفناه بعد يعني نحنا للعالم تعرف لأن اليوم الناس فكرت أنه وصلنا لكعر الأزمة وحلر نطلع منه لأنه انت باقتصاد أصلا مبني على القطاع الخاص وعلى المبادرة الفردية صار في نوع من التأقلم ما بدي أقول تأقلم لأنه ساعتها السلطات تاخد راحتها أكتر بعد نوع من التأقلم للاستمرارية بس بضبابية القطاع الخاص سكر تقريبا كل قروضه إلى القطاع المصرفي يعني القروض المصرفية تراجعت ب40 مليار دولار من أول في 2019 بس دفع حق المودعين دفع حق المودعين صحيح وهيدا قرار يعني ما بعرف كيف كيف بار شو خلفيته بس اليوم عنده قطاع خاص تقريبا دفع كل ديونه يعني قدر عنده هامش تحرك قطاع الخاص كمان بطل يدين لزبائنه فعم يشتغل بالكاش وهيدا شي بيعطيه صورة واضحة عن وضعه أكيد أي قطاع خاص بفضل يكون عنده تسهيلات مصرفية المشكلة اليوم هي اتنين للقطاع الخاص هي أولا عبق المزمن للطاقة كلفة الطاقة يعني الكهرباء وتاني شي تقلبية سعر الصرف يعني هيدا بيخلق عدم استقرار فاليوم قدر وفي قطاعات محددة أكثر من غيرها قدرت تعمل إعادة موضع لا تقدر تستمر لغاية انجلاء الصورة وبدء العملية الإصلاحية بس إذا تشوف بالقطاع الخاص فيه شركات انسحبت بالسوق قررت هي تنسحب بالسوق فيه شركات اندمجت مع بعضها فيه شركات اشترت شركات أخرى فيه شركات فتحت أسواق خارجية فيعني ديناميكية الاقتصاد اللبناني اللي مبنية على الاقتصاد الحر والمنفتح هي عم بتساعد على بقاء القطاع الخاص واستمراريته بالوضع الحالي وهيدا يعني بيعطينا أمل إنه إذا بدأت العملية الإصلاحية شو إمكانيات القطاع الخاص بلبنان والاقتصاد اللبناني وهون يعني بدي أعطي بس شغلة بسيطة فيه تقرير صدر عن الشركة الاستشارات العالمية بوستون كونسولتن جروب من شهرين ثلاثة بتقول إنه لبنان عنده إمكانيات يكون مركز إقليمي لكل شي اسمه أوتسورسنج لكل الخدمات والشركات يلي بتشتغل عن بعد بتقدم خدمات عن بعد من المعلوماتية حتى للطبابة عن بعد من خلال التكنولوجيا وهيدا بيعطيك مثل عن إمكانيات وطاقات الاقتصاد اللبناني فأنا يعني بفضل إنهي الحلقة على هالنقطة هيدا يعني في عنا أمل طبعا في عنا أمل ولكن الأمل مش بالقطاع العام وهو القطاع الخاص عم يرجع يزبط وضعه القطاع العام عليه إنه يرجع لحجم طبيعي المؤسسات القطاع العام ذات طابع تجاري يجب أن يديرها شركات دولية ويجب إنشاء هيئات نظمة مستقلة بتكفي تدخل الأحزاب بهذه المؤسسات بصير هذه المؤسسات عم بتأدي إلى من خلال مناقصات يعني عم بتأدي إلى جني إرادات وأرباح مش خسائر مثل ما اليوم عم نشوف بمعظم هذه المؤسسات هذا بتأدي إلى زيادة إرادات الدولة إرادات الخزينة وبيزيد إمكانيات الدولة اللبنانية برجع بكرر دولة اللبنانية غنية هي ما عندها سيول اليوم بس مش صحيح إنه الدولة اللبنانية فقيرة على أمل إنه تكون الأمل اللي عنا إياه نستفيد منه بدي أشكرك دكتور على هذه الحلقة وعلى المعلومات اللي عطيتنا إياها وخصوص الأرقام والنسب المئوي إن شاء الله شي نهارت عطينا إياهم بالعكس نكون نحن أحسن من 70% وأحسن من 90% متل ما كنا قابل سابقا ومشاهديننا بدي أشكر متابعتكم وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج الحكب الأرقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر